أقد اليوم بصنع لقاء تشاوري برئاسة مدير مكتب رئاسة الجمهورية محمود عبد القادر الجنيد والقائم بأعمال المنسق الإنساني ممثل المفضلية السامية لشؤون اللاجئين يوهانس فان دير كلاو وناقش اللقاء لأرية الموحدة لتنسيقه بين الفريق القطري للأعمال الإنسانية في اليمن والجهات الحكومية المعنية بما يضمن سهورة وتيشير عمل الفريق وتمكينه من أداء نشاطه بما يضمن وصول لمساعدات الإنسانية المدنيين المتضررين من العدول السعودية الأمريكية الغاشم في عموم محافظات الجمهورية وتطرق اللقاء إلى المشاكل والتحديات التي تواجه العمل الإنساني في اليمن مستعرضاً العلاقة المؤسسية بين الدولة والمنظمات الدولية العاملة في اليمن وفي اللقاء أكد مدير مكتب رئاسة الجمهورية محمود الجنيد على أهمية تعزيز العلاقات بين الحكومة والمنظمات الدولية كافة العاملة في اليمن وتنسيق العمل فيما بينها وإشار إلى أهمية تفعيل دور الأمم المتحدة لتقفيف من معاناة أبناء الشعب اليمني الناتجة عن الحصار الذي تفرضه قوات الأدوان الأمريكية السعودية الغاشم على جميع المنافذ اليمنية البرية والجوية والبحرية لافتاً إلى أهمية أن تقوم تلك المكاتب بدورها في إصال صوت أبناء الشعب اليمني إلى المجتمع الدولي لإيقاف الأدوان الأمريكية السعودية الغاشم ورفع الحصار الجائر وغير الشرعي لكون إيقاف أسباب الكارثة أفضل من معالجتها وبدوره أكد القائم بأعمال المنسق الإنساني ممثل المفوضية السامية لشؤون لاجئين يوهانس فاندير كلاو على أهمية تنسيق الجهود بين مكاتب الأمم المتحدة والجهات المعنية عبر النافذة الواحدة للوصول إلى المدنيين اليمنيين المتضررين من العدوان كما أكد حرص المنظمة على التوالد في المناطق اليمنية كافة المتضررة من العدوان والرقي بمساوى أذاء عمل مكاتب الأمم المتحدة العاملة في اليمن إلى المستوى المطلوب والذي يلبي احتياجات المدنيين المتضررين من العدوان حضر لقاء نائب مدير مكتب رئاسة الجمهورية جعفر حامد ورئيس دائرة أشياء السياسية والعلاقات الخارجية في المكتب وعدد من ممتري الجهات الفاكومية ومسؤولي مكاتب الأمم المتحدة العاملة في بلادنا